زيزو قبل ما نتكلم عن نادر هل عاوزين نتكلم عن زيزو دهات يا كريم اهلاوي او زمالكاوي اسمع اللاوي بتشجع اي فريق كورة في مصر ايا كان انتمائك مفيش حد مش هيتفق على ان احمد سيد زيزو في اخر عشر سنوات هو واحد من افضل اللاعبين المحليين داخل مصر والكلام ده مش بنقوله هبقا او بنقوله كلام من الهوى اللي كنت سمعتك في الانترو بتتكلم ان الراجل بقاله ثلاث سنين عنده استمرارية رهيبة كريم احمد سيد زيزو قبل ما نستعر احمد سيد زيزو هاريك ارقامه هكلمك عنه سريعا لعب اربعة واربعين مباراة سندي مع نادي الزمالك في مختلف البطلات سجل واحد وعشرين هدف منهم خمس رقلات جزاء وصنع 18 هدف معدل لمساهمة صفر فاصلة ثانية يعني تقول ان هو بيعمل مساهمة في كل مباراة بهدف سواء اذا كان باحراز هدف او بمساهمة ولكن انا الميزة او الشيء اللي كان عبقاري بالنسبالي في اداء احمد سيد زيزو ايه؟ ان انت كلاعب كورة مستوىك الفردي والزهني بيتأثر بشكل كبير جدا مع تغير المدربين فيا كريم لما ييجي علي مدرب النهاردة بيلعبني في العمق مدرب مديني حرية ان انا مسك الخط مدرب مديني حرية ان انا دايما اعمل زادة عادية جهود 18 تغير المدربين الكتير في نادي الزمالك مأثرش على احمد سيد زيزو واحد زي مصطفى شلبي مسا السنة دي في اول السيزون مع فريرة ما كانش افضل حاجة جي او سوريو نطوره من المهارة الفنية والمهارية والزهنية ان راجل بقاش مسك الخط اوي فبيتخش الجوه ده تطور مصطفى شلبي مع او سوريو او سوريو الراجل بيقدم اعلى مستويات الراجل بدنينا كريم في حتة تانية خالص عن اي لعب كرة يعني تلاتة اربعة معه مثلا محمد عبد المنعين بدني كويس اوي مع زيزو احمد سيد زيزو لما بنزل مع منتخب مصر منتخب مصر بلعب فرق افارقة وفيه سرعات الراجل بتقول ان هو محترف نفس السرعات ونفس التيمبو فهو بجد تحية كبيرة جدا لأحمد سيد زيزو الرجل الزمالك الاول اخر ثلاث سنين شكبالة طبعا مبهر والشكبالة نجم نادي الز ولكن احمد سيد زيزو هو الرقم الفارق مع اي مدير فني بيجي يا كريم النهاردة زيزو بعد ما كان بيلعب في التلاتة القدامين نا منزل معك بيلع تلاتة اربعة تلاتة او اربعة تلاتة تلاتة النهاردة الرجل بيبع عنده اريحية يلعب شوية هنا وشوية هنا وينزل تحت اتنين فرودة او ينزل تحت الفرود ويميل هنا وهنا فتحية كبيرة اول احمد سيد زيزو اللي بعتبره واحد من افضل اللعيبة اللي موجودين في مصر اخر عشر سنين